اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت بتتعمل انتخابات سنوية كل جماعية عمومية تناقش الميزانية بيتعمل في نهاية انتخابات مجلس الادارة التعديل كان ان انتخاب رئيس النادي يبقى كل سنتين ومجلس الادارة برضو يبقى كل سنتين وكان لاكب بنظام التجديد النظر وتكلمنا عن انارة ملعب كرة القدم بالنادي الاهل والقاهرة في الوقت ده ما كانش فيها ملعب مضاقة فقرر مجلس ادارة النادي اضاءة ملعبه بالانوار الكاشفة وتشكلت لجنة وبدأ العمل لانجاز المشروع وتكلمنا عن اشتراك المرأة المصرية في مؤتمر دولي للمرة الاولى في تاريخها وكانت نفيسة الغمراوي بنت الاهلي ورائدة الرياضة النسائية ممثلة مصر في مؤتمر التربية البدنية الدولي وتكلمنا عن ترشحها في انتخابات اتحاد الهوكي عشان تكون اول امرأة مصرية تترشح في انتخابات رياضية وتصبح وكيل اتحاد الهوكي وتكلمنا عن وفاة مصطفى ابوهيف احد رواد لعب التنس الطولة في مصر والقاهرة واخو السباح الكبير عابر المنش عبداللطيف ابوهيف وكان يوم حزين وتم التشيع جثمانه في جنازة رسمية واخيرا اتكلمنا عن ازمة من اكبر الازمات اللي وجهتها الكرة المصرية عبر تاريخها وكانت موسم 1954 1955 في الموسم ده كان الدوري مكوم من عشر اندية يعني الدوري بتلعت في 18 اسبوع فقط وفي الاسبوع الستاشر حصلت ازمة كبيرة في مباراة الاهلي ونادي الترام السكندري اللي اقيمت يوم 24 ابريل سنة 1955 المباراة انتهت بفوز الاهلي ثلاثة اتنين الترام كان متقدم بهدفين وبعدها حلم ابو المعاطي جاب هدف الاهلي الاول من ضرب الجزائر وبعد كده توتو جاب هدف التعادل للاهلي بضربة رأس وقبل نهاية المباراة بدقايق احرز وجيه مصطفى هدف الفوز للاهلي واستكملت باقي مباراة الدوري واختتمت مباراة الاسبوع الستاشر يوم 27 ابريل بمباراة الزمالك والتحاد السويد وفاز الزمالك 4-0 وقدمكم على شاشة موقف الاهلي والزمالك في جدول الدوري بعد مباراة الاسبوع الستاشر الاهلي والزمالك متعدلين في رصيد النقط والزمالك متفوق بفارق الاهداف وده قبل اخر جولتين في مسابقة الدوري لكن نادي ترام اتقدم باحتجاج لاتحاد الكورة قال فيه ان حكم المباراة طرد توني لاعب الترام عشان ضرب طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي وما طردش طلعت اللي ضرب توني في نفس اللعبة واستشهد نادي ترام في تقريره بحامل الرأي حكم المباراة كان الحكم الدولي حسين امام وكان لقبه الامبراطور لانه كان صاحب شخصية قوية تعالوا بقى نقول مع بعض مين حسين امام حسين امام اخو يحيى امام حارس الزمالك ومنتخب مصر وابو الكابتن حمد امام نجم الزمالك الكبير الرحل وكابتن حمد امام يبقى ابو نجم الزمالك حازم امام يعني حسين امام يبقى عم حمد امام طب مين بقى كان حمل الراية حمل الراية كان محمد حسن حلي لاعب الزمالك القديم واللي بعد كده بقى رئيس نادي الزمالك يعني ما ينفعش حد يقول ان في مجملة من حسين امام للاهلي اجتمعت لجنة الدوري مساء 27 ابريل عشان تنظر في احتجاج نادي الترام واستدعت الحكم الدولي حسين امام لسؤاله ولجنة الدوري في الوقت ده هي اللي بتنظم مسابقة الدوري يعني يتعتبر زي لجنة المسابقات حالية المهم الحكم حسين امام اللي هو يبقى اخو يحيى امام اللي هو يبقى عم الكابتن حمد امام ابو حازم امام كل دول بينتموا للزمالك قال ايه انظرت توني لارتكابه احد الاخطاء ولما ارتكب خطأ تاني قصدت اليه جريا ولاحظت انه في الجهة الاخرى ترمى زجاجات بالملعب فاتجهت اليها وفي العودة رأيت توني يضرب طلعت فطلبت منه الخروج من الملعب طرد ولم ارى طلعت يضرب توني واذا بالاستاذ محمد حسن حلبي حامل الراية يدخل الملعب والقانون لا يعطيه هذا الحق واقترح علي طرد طلعت والقانون يعطيه فقط وصف الحالة دون تكييف القرار واذرت لجنة الدوري القرارات الاتية اولا الغاء نتيجة مباراة الاهل مع الترامب واعادتها واعادتها في مدينة طنطة دون جمهور لمشاهدتها ثانيا وقف اللاعب توني من نادي الترامب حتى نهاية الفصل الرياضي الحالي ثالثا وقف اللاعب طلعت من النادي الاهلي مبارتين رابعا احالة حكم المباراة الى لجنة الحكام الرئيسية للتحقيق معه في التصرفات التي نصبت اليه القرار طبعا كان صادم للنادي الاهلي ازاي تتلجي مباراة وتتعاد ويتحرم الاهلي من فوز مستحق نتيجة الاسباب لا دخل له فيه لو قرار الحاكم صحيح بعدم طرد لعب الاهلي طلعت او كان قراره خطأ فده قرار تقديري من حق الحكم لوحده تبقى لقانون كرة القدم ومش من حق لجنة الدوري انها تعيد المباراة الا لو اعترف الحكم في تقريره بوجود خطأ يستدعي اعادتها قرر الاهلي عقد اجتماع عاجل لمجلس الادارة وفعلا اجتمع المجلس يوم 29 ابريل وبعد برقية لاتحاد الكرة بيطلب فيها عقد اجتماع للجنة العليا لاتحاد كرة القدم لبحث قرارات لجنة الدوري ومناقشتها بحضور مندوب مندوب الاهلي لشرح وجهة نظر النادي وبعد برقية تانية لاتحاد الكرة يطلب فيها تأجيل مباراة الاهلي ونادي اولمبي القنال اللي هو نفسه نادي القناة والمقرر اقامتها يوم الحد اول مايو لحين عرض قرار لجنة الدوري على اللجنة العليا لاتحاد الكرة والبت فيه اتحاد الكرة ما ردش على الاهلي في طلبه عقد اجتماع عاجل لعرض وجهة نظره في قرارات لجنة الدوري ومش بس كده ده رفض تأجيل مباراة الاهلي واولمبي القنال طبعا اللي حصل ده فيه ظلم فادح للاهلي فقرر مجلس قدارة الاهلي عقد اجتماع عاجل مساء السبت تلاتين ابريض وقرر مايلي عرض على مجلس ادارة النادي قرار لجنة مسابقة الدوري العام الصادر بجلستها المنعقدة في يوم 27 ابريل 1955 بشأن الغاء مباراة النادي الاهلي التي اقيمت 24 ابريل 1955 مع نادي الترام واعدته بملعب نادي طنطة دون جمهور وإقاف اللاعب طلعت عبد الحميد من النادي الاهلي مباراتين رسميتين متتاليتين وذلك للمرة الثانية كما عرد على المجلس كتاب مكتب الاتحاد المؤرخ 30 ابريل 1955 بعد الموافقة على طلب النادي الخاص بالتأجيل مباراته مع أولمبي القنال يوم الأحد الموافق أول مايو 1955 وقد انتهى مجلس الإدارة بعد بحث الموضوع بحثا مستفيدا على دوق قانون الحكام ولائحة مسابقة الدور العام والبيانات التي ألم بها المسؤولون بالنادي إلى تقرير الانسحاب من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم بالإجماع كان قرار حاسم قرار يحافظ بمجلس إدارة الأهل على حقوق النادي وجمهوره والحفاظ على حقوق النادي مبدأ من مبادئ النادي الأهل انسحاب النادي الأهل من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم كان بالإجباع وكان قرار معبر عن استياء النادي الأهل من قرارات لا تستند إلى أي لوائح القرار عمل صدمة في الوسط الرياض اللجنة الأولمبية اجتمعت فورا وقررت تشكيل لجنة مكونة من رئيسها القائم مقام عبد الرحمن أمين والدكتور مصطفى السعيد والأميرالاي شفيق مهنة والصاغ علي أنديل ومحمد نصر لبحث موضوع النزاع بين الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي واستجلاء الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا النزاع على أن تقدم تقريرها في مدى أربعة أيام طبعا مصطلحات قائم مقام وأميرالاي وساغ دي مسميات للرتب عسكرية اتغيرت بعد كده يعني مثلا أميرالاي هي حاليا ردبة عميد وقائم مقام حاليا هي ردبة العقيد والبكباشي بقت ردبة مقدم والصاغ هي نفسها ردبة رائد والنقيب كان بيطلق عليه زمان يسباشي أما ردبة الملازم واللواء والفريق زي ما هي ما تجاهل وفعلا وفعلا انعقد اجتماع باللجنة الأولمبية صباح يوم تلاتة مايو الف تسعمية خمسة وخمسة وحضرها مندوب الأهلي والتحاد الكرة مندوب الأهلي أعلنوا أنهم عايزين يعرضوا وجهة نظرهم بدون وجود مندوب التحاد الكرة عشان ما نخشش في نقاشات ومهاطرات ملهاش داعي وفعلا اللجنة الأولمبية قررت انها تستمع لوجهة نظر اتحاد الكرة أولا بدون وجود مندوب الأهلي وبالليل تستمع لوجهة نظر مندوب الأهلي بدون وجود مندوب اتحاد الكرة مندوب الأهلي طلبوا بوضوح الأسانيد القانونية اللي استندت عليها لجنة الدوري في قرارها بإعادة مباراة الأهلي والترامب واستغربوا أنه بعد مرور تسع أيام على المباراة لم تنشر لجنة الدوري أسباب قراراتها خاصة أن لجنة الحكام أعلنت أنه لا وجود لخطأ من حكم المباراة وأنه لا يوجد داعي لإعادة المباراة طالما انتهت في موعدها ولم يرتكب الحكم خطأ في تطبيق القانون وحتى لو أخطأ الحكم فالعقوبة بتقع عليه هو ولا تقع على النادي الذي لا محل لمؤاخذته من هذه النحية واستقر رأي اللاجنة الأولمبية على استدعاء حكم المباراة لسؤاله وفعلا تم استدعاءه في اليوم الثاني 4 مايو وتم سؤاله عما حدث في المباراة تدخل اللاجنة الأولمبية في الأزمة كان له أثر كبير في تهديئة الأوضاع وأثبت أن قرار لجنة الدوري العام خطأ لكن هل اتحاد الكرة عدل الصواب وقعاد الأمور كما كانت عليه وأخذ بتقرير الحكم اتحاد الكرة واصل العناد وأصدر في 6 مايو 1955 قرار جديد جه فيه اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والترام 3-2 لصالح الأهلي أحيطت اللجنة علما بقرار لجنة الدوري بإيقاف لاعب الأهلي طلعت مباراتين وأقرته اعتماد قرار لجنة الدوري بوقف لاعب الترامتوني حتى نهاية الفصل الرياضي ونقل مباراة الأهلي والأولمبي في الدوري العام إلى طنطة باعتبار خطاب انسحاب النادي الأهلي من الاتحاد قائما لحين ورود خطاب آخر من النادي يلغي الخطاب الأول القرارات دي كان فيها اجحاف بحقوق النادي الأهلي للدرجة اللي خلت صحيفة الأهرام علقت على كل القرار منها وقال التعقيب على قرار إيقاف لعب الأهلي طلعت لا ندري السند الذي قررت اللجنة العليا للاتحاد وقفه بمقتضاء مادام تعتمدت نتيجة المباراة ومادام الحكم لم يصدر ضده عقوبه كمان اتحاد الكرة مصمم على نقل مباراة للأهلي خارج ملعبه بدون أي سند خاصة ان تقرير الحكم مجاش في أي إدانة للأهلي لما فشل في إعادة مباراة الأهلي والطرام ونقلها لطنطا نقل مباراة الأهلي والأولمبي في ختم الدوري لطنطا ومن غير أي أسباب اجتمع مجلس إدارة الأهلي ونقش قرارات اتحاد الكرة وجه في محضر مجلس الإدارة يوم 8 مايو 1955 عرضت المكاتبتان الواردتان من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 2 مايو 1955 و6 مايو 1955 وقرر المجلس تحرير الخطاب الآتي للاتحاد المصري لكرة القدم السيد المحترم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تحية واحتراما عرضنا خطاب سيادتكم بتاريخ 2 مايو 1955 على مجلس إدارة النادي بجلساته المنعقدة مساء يوم الأحد الموافق 8 مايو 1955 وبعد المناقشة قرر أن خطاب الاتحاد لم يغير من الموقف شيئا ولذلك فخطابنا المتضمن انسحابنا من عضوية الاتحاد المبلغ لسيادتكم تحت رقم 3 على 1 على 2 بتاريخ 30 إبرير 1955 يعتبر قائما وتفضلوا بقبول فائق لاحترام اتحاد الكرة قرر التصعيد وأعلن استبعاد النادي الأهلي من سجلات اتحاد كرة القدم ود لعب الأهلي في كل المراحل السنية حق الانتقال لأي نادي يريدون الانتقال إليه وهنا كان الموقف التاريخي للاعب النادي الأهلي اللي اجتمعوا وأصدروا بيان من 3 نقاط ايه هما؟ تأييد مجلس إدارة النادي في قراراته التي اتخذها إزاء موقف الاتحاد العدائي للنادي وعدم ترك عضوية النادي والانتقال إلى أي نادي آخر حتى ولو طال قرار الاتحاد إلى أي عدد من السنين الاستمرار في مزولة التدريب بالنادي كأن لم يحدث شيء قرار لعب الأهلي كان حاسم وقوي وتقديرا للموقف ده قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المنعقدة يوم 15 يونيو 1955 شكر جميع لعبي فرق كرة القدم المختلفة لما أظهروه من ولاء وإخلاص وأمانة لناديهم برضهم الانضمام لنوادي أخرى في الوقت ده كان منتخب مصر بيستعد لدورة ألعاب البحر المتواصل والمنتخب حيتأثر طبعا بغياب لعب الأهلي قرر عبد الرحمن أمين رئيس اللجنة الأولمبية التوسط مرة تانية بين الأهلي والتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن يسحب اتحاد الكرة كل قراراته ويسحب الأهلي استقلته من اتحاد الكرة وده اللي حصل فيها في أثناء الأزمة لعب الزمالك آخر مباراتين له في الدولة فاز على الترام أربعة اتنين وخسر من الإسماعيلي بنفس النتيجة وتصدر الدوري برصيد أربعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي اللي بقيله مطشين قدام الأولمبي والقناة والأهلي محتاج منهم تلات نقطة فقط عشان إيه؟ عشان يفوز بالبطولة لكن الموسم لم يكتمل بسبب ضياع وقت كبير في حل الأجمة وقدامكم على الشاشة جدول الدوري عند إلجاوة في الفترة دي كان السباح الأهلاوي العالمي عبداللطيفة بوهيف عبر بحر المنش والسباحة الأهلوية إنس حقي فازت بمجموعة من البطولات العالمية على رصها سباء كابري نابولي فقرر النادي الأهلي في جلسة عشرين سبتمبر الف تسعمية خمسة وخمسين تكريماً للسباح العالمي السيد المحترم عبداللطيف أبوهيف قرر المجلس منح سيادته العضوية الشرفية للنادي لما حازه من بطولات رفع بها رأس مصر عالياً كما قرر منح الأنسة المحترمة الأستاذة يناس حقي العضوية لنفس الأسباب واستبر تكريم أبطال العالم الأهلاوي بطل مصر الأهلاوي إبراهيم أمين فاز ببطولة إنجلترا المفتوحة للسكواش فقرر مجلس الإدارة تكريمه وعمل حفل يليق بيه وبعد فوزه ببطولة العالم في السكواش صدر قرار مجلس الإدارة في جلسة 8 فبراير 1956 قرر المجلس منح العضوية الشرفية مدى الحياة للبطل العالمي السيد المهندس إبراهيم أمين تقديراً لفوزه ببطولة العالم في السكواش راكتز وننتقل بقى لمشروع من أكبر المشاريع في تاريخ الناس مشروع إضاءة ملعب كرة القدم الرئيسي واللي ظهرت في كريتو في فبراير 1953 ودخل حيز الدراسة والمؤيسات والتنفيذ في يوليو 1953 عجلت العمل في إنارة الملعب دارت وفي يوليو سنة 1956 بدأت تجارب الإضاءة في الملعب كانت تجربة ناجح وكتبت الأهرام تحت عنوان النور بالنادي الأهلي نجاح تجربة إضاءة أول ملعب القاهرة رأت ملعب القاهرة النور أمس لأول مرة فقد جربت أجهزة الإضاءة بملعب النادي الأهلي فنجحت التجربة وكان أول من استمتع بالتدريب على ضوء الأنوار الكهربائية الجديدة أعضاء فريق القوات المسلحة لألعاب القوى المشتركين في بطولة العالم العسكرية وبهذا النجاح أصبح في حكم المقرر أن يفتتح الملعب المضاء في الموعد المقرر وفي 15 أغسطس 1956 وافق مجلس الإدارة على عرض لشركة راديو حجازي بالقيام بالصيانة الكهربية للنادي مجانا وإنارة مداخل الملعب بسعر التكلفة والتركيب مجانا وتقرر أن تكون أول مباراة في الملعب يوم الجمعة 17 أغسطس 1956 تحت الأنوار الكشفة أيوة كانت بتبقى لكده الأنوار الكشفة بعد كده بقنا نقول الأضواء الكشفة في الوقت ده ما كانش في مصر كلها ملعب مضاء إلا استاد الأسكندري وما كانش فيه نادي في مصر كلها يملك ملعب مضاء بالأضواء الكاشفة لكن دايماً الأهلي له الرياضة في كل شيء في 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس عشان يقدر يمول بناء السد العالي كانت خطوة مهمة وجريئة بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد وبدأ العدوان السلاسي على مصر وفي جلسة مجلس الإدارة يوم 22 نوفمبر 1956 طولي الاقتراح المقدم من السيد الأستاذ علي جمال الدين أبازة بشأن فتح باب التبرع لشهداء بورسعيد من أعضاء النادي وأرفق اقتراحه بشيك بمبلغ عشرة جناهات مساهمة من سيادته فقرر المجلس الترحيب بهذا الافتراح والعمل على تنفيذه وإبلاغ سيادته بذلك وشكره على أريحياته وده كان في إطار الدور الوطني للنادي الأهلي والمستمر منذ تأسيسه وجد سنة 1957 يعني مر على تأسيس النادي الأهلي 50 سنة وتقرر الاحتفال بليوبيل الزهبي للنادي الأهلي جلسة 13 يناير 1957 شهدت تشكيل لجنة الاحتفال بليوبيل الزهبي برئاسة الأديب الكبير فكري أبازة ومعاه الأساتذة محمد توفيق خشبة وعباس الغمراوي وعبد العزيز التامر وعبد المنعم واهبي وأمين شعير ومختار التتش وعلي أمين وآخرين في الوقت ده كان شهر إبريل اللي المفروض يتعامل فيه ليوبيل الزهبي للنادي موافق لشهر رمضان المعظم فتقرر تأجيل احتفالات اليوبيل الزهبي لبعد نهاية شهر رمضان ونهاية كل المسابقات في الألعاب المختلفة عشان ما يكونش النادي مشغول بأي حاجة وتقرر أن يتم افتتاح حفلات اليوبيل الزهبي ابتداء من يوم الأربعاء 29 مايو وتنتهي مساء الخميس 6 يونيو سنة 1957 وفي جلسة التسعة مايو استعرض مجلس الإدارة برنامج الحفل بالكامل واللي قدمه الأستاذ فكري أباضع برنامج حفل تضمن استعرضات لفتيات وشباب النادي وحفل للسيدة أم كرسوم ونشيد الأهلي الجديد وأغنية للنادي يغنيها عبدالحليم كان برنامج شامل بيشمل نظام بيع التذاكر وأسعار دخول حفلات اليوبيل الزهب المختلفة وقائمة المدعوين للنادي وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء والمجلس الأعلى لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مش بس كده البرنامج كان فيه الزي اللي حيرتديه شباب وفتيات النادي حتى الواجهات وبوابات النادي واللي تحتاجه من دهان وتجميل وافق مجلس الإدارة على كل ما جاء في البرنامج وتكاليفه وبدأت احتفالات النادي الأهلي بيوبيل الزهبي زي ما تقرر يوم الأربعة 29 مايو وذكرت صحيفة الأهرام يوم 30 مايو شهد ما يقرب من 20 ألف شخص احتفال النادي الأهلي بيوبيله الزهبي مساء أمس ذهبوا ليشاركوا النادي احتفاله بالعيد وأوفد السيد الرئيس جمال عبد الناصر الدكتور نور الدين طراف لحضور الحفلة نيابة عنهم طبور العرض اللي عملوا النادي احتوى على 1500 من الجنسين فتيات وشباب منهم القدامى اللي شافوا كل أمجاد النادي من يوم تأسيسه والشباب اللي رفعوا لواء حاضر النادي فكان ربط رائع بين ماضي النادي وحاضره ومستقبله وأحمد عبود باشا ألقى كلمة النادي وأعلن افتتاح اليوبيل الزهبي والأستاذ فكري أبوزة ألقى كلمة اليوبيل الزهبي اللي كان فيها لمحات من تاريخ النادي بعدها أمن دوب رئيس الجمهورية فسلم علم النادي لرئيسه أحمد عبود اللي سلمه لأمين شعير مرائب الألعاب أمين شعير مشي بالعلم ودخل لأرض الملعب وسط تسقيف وهتاف الحاضرين كلهم وسلمه لحامل العلم الكابتن طاه الجمل الكابتن طاه الجمل كان من رواد لعبة كرة الماء في النادي الآن وأقسم الأعضاء الرياضيين قسم الولاء للوطن والناجي اللي بيقول إيه أقسم بالله العظيم أن أنصرك بتقاليد السليمة وأن أنكر ذاتي بالطاعة والنظام وأن أحمي سمعتك بحماية سمعتي وأن أرفعك عاليا بين جميع الأعلام رمزا للقوة والمحبة والسلام والله على ما أقول شاهد بعدها عزفت الموسيقى ناشيد الأهلي اللي ألفه الأديب الكبير فكري أباضة ولحنه الموسيقار الكبير محمود الشري وقوم يا أهلي قوم يا أهلي شف ولادك والبنود شف كتيبات شف جلودك والحشود شف آياب النصر في كل العبود شوف وسكل فيها أبكاء للخلود أنت دايما أنت دايما أنت دايما 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 في الأمير الأميرة عبدالله الفيصل قرر أنه يهدي النادي الأهلي أغنية خالدة وهي أغنية زين النوادي وغناها العندليب عبدالحليم حافظ في أحد ليالي الاحتفالات باليوبيل الزهر عبدالحليم حافظ حكى إزاي الأمير عبدالله الفيصل قل في الأونين تعالوا نسمعوا مع بعض بمناسبة القصيدة لأباها سموه الأمير عبدالله للنادي أنا كنت في جبل والنادي الأهلي اللي هو أعضو شرب فيه وأحد أعضاؤه لما أعلن عن الاحتفالات سموه الأمير عبدالله في حوالي عشر دقايق أصر على أنه يهدي القصيدة دي للنادي الأهلي ويعني كلفني بأننا أخلي الأستاذ محمد الموجي يلحنها وأغنيها في الحفلة زين النوادي من أجمل ما كتب للنادي الأهلي قال فيها الأمير عبدالله الفيصل تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي احتفالات النادي الأهلي بيبيلوا الزهبي كانت مهيبة طليق بتاريخ عريق لأبو الأندية النادي الأهلي احتفالات ربطت ماضي النادي بحاضره ماضي مجيد وحاضر مزدهر وأمل في مستقبل مشرقه انتهت خمسين عام من تاريخ النادي الأهلي وبدأت خمسين سنة جديدة كانت مليئة بالأحداث العظيمة حنعرفها كلها لو أحيانا وأحياكم ربنا فالحلقات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة